موسيقى يقولون أن المخدرات هي أفيون الشعوب التي تقتل الأجساد بسمت أيضا الآن أصبحنا نتحدث على السياسة وهي أفيون للشعوب وتفرق وتدمر وتجعل الناس تتخلف فيما بينها وهم أبناء العائلة الواحدة في لبنان هناك تجاذبات سياسية كبرى بين الأشقاء اللبنانيين وأيضا نحن في شوارعنا لما تدخلت السياسة فرقت بين الأخوة بين هذا يبيني وآخر يساري وغيره وآخر شيء أصبحنا نتحدث فيه هي المصلحة العامة مصلحة المواطن البسيط ومعيشته كلمي غالط أم لا وقت لنقول أن السياسة هي أفيون جديد زرعوه بيننا باسم الديمقراطية فأن أصبحنا نتقاتل دون أن نعلم صح أكيد بدألك شغلة كثير مهمة أنه اليوم نظام العالمي جديد نحن دخلين على نظام عالمي جديد وتقاسم النفوذ بين الدول العظمة وكل هالحروب هي لتقاسم النفوذ والشعوب هي الضحية الأكبر إذا ما كنا على قدر كبير من الوعي قدر كبير من الوعي وحطينا كل خلافاتنا عجنب سوف نغرأ وما بعود في شيء بيشيلنا لا أقل لك شغلة التنوع الطائفي بلبنان هيدا مفروض 11 طائفي مفروض هذا تنوع حضاري فكري ثقافي للأسف المنظومات السياسية حولتها إلى نزاع طائفي اليوم تلاقي الشعب كله يحب بعضه كله يصحاب مع بعضه ولكن استطاع زعماء الطواف والزعماء السياسيين وزعماء الأحزاب أن يقسموا فرق تسد كل ما فرقوا الشعب والأموم كل ما سادوا هم وسادت سياساتهم التفريقية وسادت سياساتهم الفاسدة التي تمتص دماء الشعب والوطن لذلك على شعوب أن تكون على قدر كبير من الوعي وهنا يأتي دور الإعلام هنا يأتي دور الإعلام دكتورة رنة أنا أريد أن أوصف دائما في أسئلتي أساسة لما يجلسون على نفس الطاولة ويقتصمون الكعكة هناك الفرحة والتقارب لكن عندما يختلفون في اقتسامها يخرجون إلى الشارع ويجعلون الشعب هو طحين خلافاتهم المصلحية وتوزيع الحصص بين هذا الطرف وذاك كلام هذا صحيح ولا غالب؟ أكيد صحيح لأن الطبقة الفاسدة من الحكام تتقاسم الجبنة تتقاسم المخصصات ولكن لا تتخاسم على الشعوب لا تتخاسم لمصلحة الشعوب لذلك يجب أن نكون على مستوى كبير نحن الشعوب من الوعي وللإعلام أعود وأقول الإعلام أولا الإعلام هو الذي ينشر ثقافة الوعي هو الذي ينشر أوجاع الناس هو الذي يكشف أين تقع المشاكل في الوطن فخلينا نوعا ونبعد كل شيء صراعات سياسية ونهتم فقط بكيفية بناء أوطاننا وأهم شيء بناء التربية بناء التعليم بناء هذا النشط المستقبل الذي سيستلم البلاد يجب أن لا ننسى التعليم والثقافة والوعي أنت تتحدثين على التعليم والثقافة والوعي وتعرفي الشباب اللبناني أو التونسي على حد السواه لم تعد تنطلي عليه تلك الشعارات الشعبوية الدفاع على قفة الزوالي المواطن الفقير وعلى الجبن وعلى السكر وعلى الزيت وعلى البنزين وغيره ثم يدخلون إلى اجتماعاتهم التقسيمية كل واحد يطالب بحصته في الدولة وغنائمه في المكاتب السرية كليم هذه أصبح الجميع يعلمه ولم تعد تنطلي على من هو واعي من الشباب بدألك لاحظ شغلة كل البلدان العربية المثقفة واللي عندها حضارة وثقافة وفكر إن كان تونس أو لبنان الشعب على مستوى مهم من الثقافة فيه كم هائل من المثقفين من الوعيين شو عم يضربولنا هنه عم يضربولنا الثقافة والمثقفين بدهم يلهونا في إنه نركض على لقمة العيش وعلى الدواء هيدا ما بيعود يخلينا نفكر ما بنحود نفكر كيف نطور بلادنا كيف نطور أنفسنا بيصير نحن كل همنا كيف نأمل لقمة العيش كيف نأمن الدواء كيف نطبب وهيدا الشي الغلط من هون في الاتحاد لما الشعوب كلها تتضامن في سبيل النهود ببلادها يعني حتتضامن طبعا على الدولة أنه تؤمن بالقليلة أنتو طالبوا تأمين الفرص فرص من أجل يعني الزياد الانتاج أنت كان الزراعي أو الصناعي أو التجاري أو الثقافي أو الفكري هيدا الشي اللي بدنا نشتغل عليه لأنه بصراحة فيه كمان غير أوضاعنا المحلية فيه مؤامرة عالمية على الشعوب وخاصة على شعوب الدول العربية واللي حصل بالربيع العربي غير أمور أكيد تخلصنا من زعماء يعني أفسدوا بالبلاد وهيدا ولكن ما قدرنا نغير للأحسن لازم نحن نطالب كشعوب أن نغير للأحسن لكي نعيش بطريقة أفضل حقوقنا اليوم حقنا بالتعليم حقنا بالطبابة حقنا أن نكون شعب مستقر حقنا بالتغير المناخي نتنفس الهواء هيدا كله أمراض كمان فأنا بطلب أنه ما تلتهي الشعوب بالسياسات وبالصراعات وتطلب الأشياء اللي لازم اتجاهد كرمالة يعني لازم اليوم ننهد ببلادنا لازم نحافظ عثقافتنا لازم اليوم نعطي فرص لولادنا ما في مدارس نحن نثقفهم يعني تعود الإنسان العربي أنه هو يقوم بكل شي دوره بعشر أدوار فأنا بتمنى تونس ما بينخاف علي أنا واسقة تونس حتنهض شعب المثقف شعب من أراد يعني كيف مننسى يعني من أراد أش كان يقول أبو القاسم الشابي من أراد يوما إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن نسجي بالقدر خلينا نطبق هذه المقولة خلينا نطبقها أكيد كلنا بدنا الحياة ومنحقنا الحياة بس ما نتاخد في الصراعات ما ننسجي طب أنه نحن بلبنان محلنا نتعلم مثلا بعدنا كل واحد بيركد ورا طائفته وكل واحد بيركد ورا زعيمه ما خلاص زعمائنا وصلونا إلى الكوارث اتركوا وإنتوا لتموا عبعد كشعوب وأنا بتمنى وأنا واسقة تونس حتنهض وبقوة وبرجع بناشد وأنا من زمان بناشد أنه هناك فرص استثمارية رائعة ومهمة جدا وممكن استقطاب الكثير من المستثمرين ولكن رتبوا القوانين يعني سهلوا أمور المستثمرين سهلوا الأمور استقطاب الأموال لازم يكون في نوع من الاستقرار لحتى نجذب الأموال وهذا هو الأهم وهذا هو الحل الوحيد